بسم الله ماشاكم اخوان تحياتي للأخوة جميان طبعا اليوم من لاهور من بيت الاستاذ ران عمران راح نسوي شوق اياكم نبدأ بالكمانقر وشنو بعد موجود عند استاذ ران عمران كل نص الحمد الله هو موجود ران اولا يجي بيت معلومة ثلاثة مولا عجال زين اير مالهور قديم نعم شوف عيون معلومة يعني اي نفر في شوف هو يقدر يعرف هذا نسل قديم سمسم عيون مع هسل نعم ما شاء الله هو يجيب لتبير والنفر في شوف بعدين يعرف كيف سوف يشوف شوف هذا فحل كمانقر نعم هذا اللون ما شاء الله شوف 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 نعم 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 شوف عيون هو يعني غير فصل شوف شوف هذا كمانقر يعني هو أصل مال لأستاذ ران عمران لو هذا مال لران عمران ترجعه لهذا قديم افهم يعني هذا نسل مال هو أصلا لو غير مربي هو من كلام هذا الطير مال كمانقر هيرا 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 شوف هيرا هيرا مني يوصل ما شاء الله شوف اخوان طبعا للمشاهدات ما جاية تطلع عندي نشقد المشاهدات خلي نشوف الأخوان اللي جاية تابعون البث هيرا 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 هذا الأستاذ ران عمران نبسك طير سين موقع حبيبي سيف الغالي سيف الرباع الرباعي تحياتي إلك وللأخوة اللي يشاهدونه جميعا البابل دار والے ویٹ کر آلئی دا احسن موائعا صورت فباويت دو منت وچوة دور شوفيون مالا ما شاء الله انها ميدا رنگات واضح عبید رنگ واضح عمار غين بوازا يعني عبيض غير شكل عمار لا يدخل داخل عبيض حبيب الغالي حياك الله السين الزرقاني العراقي خبت تحرك خبت تحرك خبت تحرك انا تعرف انت مستان في توقف اضابة اشتركوا في القناة 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 ماشاء اشتركوا في القناة 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 هذا نحن داخل العراق نسميه تراتشي 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 داخل الباكستان شلي سموه كانت كانتو تحياتي للأخوة اللي شاهدونا جميعا طبعا ما شاء الله اليوم هوان من بيت الاستاذ ران عمران وهذا الشوق وي الكامنقر ما شاء الله حمام وصفات حلوة وجاي يطلعونا وراغكم الحمام واحد واحد شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر يحافظون ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر 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 مرحبا جن میں سے نائنٹی پرسنٹ بندوں کا بڑا دل کرتا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں میری جگہ پر کھڑے ہوں کوئی محنت کر کے اوپر آ رہا ہے میری جگہ پر کھڑے ہونے کے لئے اور جو محنت کر کے آ رہا ہے وہ پہنچ بھی جاتا ہے کچھ بندے شارٹ کٹ لیتے ہیں جس طرح آپ ابھی میڈیا چلا رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے کافی بندوں کا دل کرتا ہے کہ جہاں کامران کھڑا ہے وہاں پر ہم پہنچ جائیں دفع ہم بس الاخوہ داخل عراق و کدھا لا اکو کلام بالپاکستان اعلمو دی خوہمو الباکستانیین ایہا حبیب تکلل اس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں بندوں کو بتا رہا ہے اچھا تو شارٹ کٹ جو بندہ لیتا ہے وہ زہری گال ہے مطلب ہر طریقہ وہ استعمال کرتا ہے وہ سیدھا رستہ اختیار کرتا ہے جو ابھی اس کو ملتا ہے اس کا دل کرتا ہے میں جلدی جلدی کامران جس ٹیج میں پہنچ چکا ہے وہاں پہنچ جوں بے شک میں دو چار بندے مار دوں دو چار کی بستی کر دوں کوئی ٹینش ہے نہیں اس لئے مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا کام ہو رہا ہے الحمدللہ میں جس سے بات کرنی ہوتی ہے اس سے بات کر لیتا ہوں عربی میں میں نے لکھ کے بھی بات کر لیتا ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہ یہ مترجم ٹھیک ہے یعنی یہ میرے ساتھ دس دن ہو گئے رہ رہے ہیں تو اگر میں مترجم ٹھیک ہے تو پھر دوسرے دن ہی باگ جائے گا یا بندہ چینج کرے گا اس کے علاوہ ماشاءاللہ کافی لوگ آتے ہیں ابو محمد آتا ہے بات سمجھانا مفسد ہے میں نے پیپر نہیں لکھ کے دینا اور نمبر نہیں لینے کہ یہ پانچ نمبر آپ کے کٹ گئے ہیں یہ ایک تراب دن تھی جو میں نے شیر کر دی جاتا خلاص 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 ابھی شوق بھی ختم ہو گئے طبعا اخوان علی بخصوص من چن بیت الاستاد الكبیر تیاد جیرمند سألنی کامرون الشخص الاعلامی وهو يمكن احد السباقات اللي كانت بالعراق من شان اکو سباق طبعا شایف الطير مال احمد صباح تحیاتنا الاحمد صباح فسألنی قال لي هذا الطير اللي طار مال احمد صباح هذا الطير يعنی بی دم عراقی او بی غیر دم لو هادا باکستانی صافی تمام فانی من جاوبتا على السؤال ما جاوبتا على نفس السؤال بسرعه انا علامود شون اوصل لفکره علامود يفهم ان احنا بدينا بالعراق بدایه صحیحه فسألته قلت له انا عفوان جاوبته قلت له انا اول شخص بالالفين و تلتعش اللي بده بالحمام الباكستانی اخذنا الحمام من بيت الاستاذ محمد نعیم وبعد سنه زینا واكثر جحزنا الحمام وطیرنا من عنده وكانت اكو ناس ما عادها فکرة وناس كانت معارضة لهذا الحمام يعنی ما كانت تصدق فمن دعیتهم للبيت وطیرت الحمام ووقتها طیرت 11 حمامه واكو اخر طیر اللي نزل به حوالي ساعة 4 ونص زینا فبعدها الاخوه المربین اللي بالعراق عجبهم هذا الحمام لان اكو ناس اجت بنفسها و تأكدت زینا عجبها هذا الحمام بدت الناس اكو بيها ناس حصلت حمام زینا اكو مو زینا اكو حمام متوسط زینا فالحمام قتلى اللي طار عد الاخ احمد صباح حمام باكستاني هو سألنى بعدين قال هذا الحمام او بالعراق الحمام اكو موجود حمام دم هندي يعنی اكو حمام هندي قتلى لا امکن نسبه كلش قليله او يجوز اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة لو اكو لو ماكو هش قتلى زینا و قتلى احنا الحمدلله وشكر يعنی الفكرة اللي بالعراق شون كأنما شوق داخل باكستان بالعراق نفسه ضبط اكو ناس ملتزمه ويستاده بالخليج و جابت حمام والحمام قتلى اللي اخذوه ما اخذوه مثلا الناس اللي انضمت وي الاساتذة اللي بالخليج لعن قتلى قتلى امو الاساتذة اللي بالخليج مين حمامهم منعتكم من باكستان فالاخوه اللي بالعراق اخذو الحمام من داخل الخليج فيعتبر حمام درجة اوله زینا انا طبعا حتيت ل الحمام اللي يكون الحمام الدرجة اولى اللي داخل فهو بالنسبة يعني من شاف الطيران ما الطير احمد صباح يعني عاجبة فقال هذا اوكي يعني عاجبة الطير وطيران حلو فيسألني يريد يتأكد هو ان هذا الحمام عراقي بدم عراقي بغير دم قتلى لا هذا هو الحمام حصريا باكستاني ما بي اي شيء وهو صحيح الحمام اللي يؤدي بهذه الاوقات وبعدين رجعت قتلى انا اكدت عليها قتلى ترى اكو اوقات يعني كانت عندنا بالعراق كلش قوية هذا طبعا احنا الكلام حتينا بيه بس ما كان اكو لايف تقريبا ضلينا بحدود الساعة نسول فيه فهمته بالموضوع بالكامل قتلى الهواية بالعراق ما شاء الله عليها رغبة واكو ناس يعني اكبار واكو ناس موظفين واكو ناس واصلة يعني بمكاناتها مثلا بعملها بدولة كذا فهو اتفهم موضوع الهواية قتلى يعني مو شيء عادي قتلى واحنا بالنسبة بالعراق يعني اجدادنا وآبائنا من زمان العراقيين يربون حمام تقريبا يعني قتلى من اكثر من مئة وخمسين سنة من مئتين سنة ناس تربي من زمان حمام فهو عرف يعني احنا مو مثلا من انا جبت الحمام بالالفين وتلتعش زيان صاروا العراقيين يعرفون الحمام الطيار لا فهمت الفكرة شون احنا بالعراق فاهميها زيان موضوعات بعد ما عدنا شيخوان واليوم ان شاء الله انتظرونا بلايف جديد من بيت الاستاذ وسيم شفية طبعا هذا راح يعتبر اخر لايف وراح اسأل على ذنبو فاطمة هذا راح يجيب لي واحد من عند التور هذا شون ما كان هو دلاني هسه بمكانه هذا يفيدنا الحمام للطيران شوف كلهم يخلون من عنده هذا يعني هذا يكون بارد هذا الماء الماء اللي داخله هسه سألت علي قل له هذا قلت له وين قل له هنه المكان دل علي بي قلنا ادخل الكم جوة قلت له هه طبعا للابطات اشوالله هذا طير حليم هنه لك 8 دارات هنه لك 8 دارات تحياتي للأخوة جميعا وإن شاء الله يكونوا إياكم على التواصل وبذ جديد مع السلامة